كم فهوم السلفية عندك؟ أنا بالنسبة لي السلفية السلفية هي كلمة بالنسبة لي مأخوذة ممن سلف صح السلف يعني سبق أي واحد سبقني هو من السلف وإحنا راح نكون سلف بالنسبة لمن سيأتي بعدنا فإذا قالوا لي لا لا ليس هذا هو المقصود بالسلفية وإنما المقصود بالسلفية القرون الثلاثة الأولى التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فيها الحالة أقول لهم إذن ابن تيمية ليس من السلف لأنه لم يكن من القرون الثلاثة الأولى ففهمونا أنتو السلف فهي فورا يتراجعون يقول لك السلفية هو منهج يعني وطريقة في أخذ العبادة والدليل والبرهان طبعا كلنا ناخذ العبادة والدليل والبرهان يعني ليش اعتبرت نفسك سلفي وأنا ما اعتبرتني سلفي زين إلا إذا إلا إذا اعتبرت أن السلفية هي فرقة من فرق الأمة واعتبرت كل الباقي ضالين وهذا الذي قاعد يحدث أنه أهل الحديث هؤلاء هم أهل الحق والأشاعر والموتوريدية على فكرة أنا لست أشعري ولا موتوريد أنا من أهل الحديث في العقيدة أنا عقيدتي عقيدة أهل الحديث لكني أرفض أن أعتبر الأشاعر والموتوريدية هؤلاء من حرفين وخارجين ابن تيمية أعتبرهم من أهل السنة يا أخي الأمة تفرقت الآن يأتون هؤلاء يريدوني يفرقون أهل السنة طيب أهل السنة اليوم 95% منهم من الأشاعر الموتوريدية 95%؟ 95% نعم أنا سويت حصائية أنا عندي كتاب عن تاريخ الإسلام ووضع الحالي في المسلمين الهند و باكستان وإندونيسيا كلهم أشاعر الموتوريدية أهل الحديث هم فرقة صغيرة من أهل السنة أنتوا الحين بتفرقون أهل السنة بعد وتقولون هذا أولا حق والباجين باطل لا يبا أنا عندي من نسبة لي أهل السنة هؤلاء كلهم على الحق طيب واختلاف وجهات النظر هذه لا تفسد للودة قضية نعم نختلف أقول أخطأ أقول كذا بس ما أقول هذا انحراف طيب فأنا بالنسبة لهذا الذي يزعجني فالسلفية اليوم هي ليست سلفية منهج السلفية اليوم هي طريقة للحجر على الآخرين السلفية اليوم هي فرقة تريد أن تفرق أهل السنة وأنا أرفض تفريق أهل السنة كلام خطير دكتور